سجل منتج الكرزي الذي تشتهر به قراء فنسو أهلال وجواب ببلدية قنوى عغرب يسكيكدا تراجعا كبيرا هذا الموسم مشكل أضرارا مادية فادحة بالنسبة للفلاحين وسكان هذه المناطق الذين يعتمدون على ما تجد بها تراجار للعيش الكريم رزق من عند ربي لا عيش به هنا القرية كاملة أن إنتاج في الوقت هذا كما تفسدوش الطبيعة وبسكو هو فراجيل بثاف قادر تصبع له النو يفسده تعدي الضباب يفسده في النوار تاعه كي يعطي ربي إنتاج وافير الناس يعيشون في مكانش إنتاج السناء ومرض مصلحش مرض ما نعرف ما نقلبش عليك نحن هنا الحاجة طبيعية كسوى خضرة ولا فاكية إن شاء الله يكون يدعموننا الخدم ونوفره كي يحب ربي وساعدنا بسكو هذا خير من عند ربي تنتج قنوى نحو 70% من فاكهة الكرز بولاية سكيكدا ذات الجودة العالية ولكنها تبقى خارج دائرة اهتمام السلطات الفلاحية هنا في بلاد ما يصلحها هستو القرية هذي وقرية تابل الوطاية هذي شغل عنده ماناخ وعلو وارتفاع على سطح البحر هذي البلاصة اللي يحكمها مثلا كونترو حكلها ما هي ما يصلحش عنده كليمة سبيسيال يحب الجو البارد كثيرا ما تتغنى السلطات العمومية بكونها تعمل على دعم الفلاحة والمناطق الرفية لكنها في الواقع غائبة تماما وعدد من الشعب الفلاحية تعيش الإهمال ما يعني الضياء للكثير من سكان المناطق الرفية كحال هؤلاء الناس هنا في قنواع غربي سكيكدا ترجمة نانسي قنقر